بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الكلام على قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قد تكلمنا على أول الآية إلى قوله تعالى مما تحبون والآن نكمل الكلام عليها مع بيان ما نستطيع بيانه مما تدل عليه من أحكام قال تعالى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ أي شيء فإن الله به عليم سواء أنفقتم مما تحبون أو أنفقتم مما لا تحبون فإن الله يعلم ذلك وسواء أنفقتم شيئا كثيرا أو أنفقتم شيئا يسيرا فإن الله يعلم ذلك وسواء أنفقتم شيئا تريدون به وجه الله أو أنفقتم شيئا لا تريدون به وجه الله وإنما تريدون به الريا والسمعة فإن الله به عليم سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء فهذا فيه وعد وفيه وعيد فيه وعد لمن أخلص النية في صدقاته وإنفاقه وأنفق من أجود ما عنده فإن الله وعده بجزيل الثواب وأن يكون من أهل البر وفيه وعيد لمن لم ينفق في شيئا من ماله بخلا بخل بالمال ولم ينفق منه فإن الله يعلمه أو أنفق شيئا لا يريده لنفسه بل ينفق من الردي فإن الله سبحانه وتعالى يعلم فعله ويعلم نيته فيجازيه بالعذاب ويأخذ من هذه الآية مساء العظيمة مسألها الأولى مشروعية الإنفاق في سبيل الله عز وجل وذلك عبادة لله عز وجل عبادة مالية الإنفاق عبادة مالية منهما هو واجب في الزكاة والإنفاق على النفس وعلى الأقارب المحتاجين فهذا واجب ومنه إنفاق مستحب كالإنفاق في وجوه الخير التي لا يجب عليه الإنفاق فيها وإنما ينفق فيها تطوعا وأنه ينبغي أن يكون ما ينفقه من النوع الجيد لأن نفعه أكثر ولأنه يدل على صدق الإيمان فإن الإنسان إذا أخرج من جيد ماله ابتغاء مرضات الله فهذا دليل على صدق إيمانه بل إن بعض العلماء عمم النفقه حتى في غير الأموال فقال إن الإنسان إذا جاد بنفسه في سبيل الله فهذا إنفاق مما يحب لأنه قدم نفسه للجهاد في سبيل الله فهذا من أعظم الإنفاق في سبيل الله الذي ينال به البر وكذلك الذي أنفق راحته ونومه في طاعة الله فصار يقوم الليل وصار يصوم النهار هذا أنفق راحته في سبيل الله عز وجل فيرى أن الآية عامة حتى في غير الأموال لما يقدمه الإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده وفي الآية النهي عن تصدق بالشيء الردي طعام الردي اللباس الردي الآليات الردي التي نفعها قليل فإذا صار عنده أشياء رديئة فإنه يخرجها ويزعها على المحتاجين فهذا في الحقيقة إنما أراد بإخراجها أن توسع له في المكان ولم يخرجها رغبة في الطاعة وإنما أخرجها ليتخلص منها فهذا الله يعلم جل وعلا ويرى صنيعه ويجازيه على ذلك يوخذ من الآية أن الله جل وعلا يعلم أعمال عباده كثيرها وقليلها وخالصها وغير الخالص له فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ويجازي كلا بما يعلمه من قلبه من إيمان وتصديق أو غير ذلك من النواي السيئة فإن الله جل وعلا لا يخدع ولا تخفى عليه أعمال حباده ثالثا يوخذ من الآية أن الإنسان لا يحقر الصدقة وإن كانت قليلة وإن كانت جهد المقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاك بوجه طلق ويقول صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره وجاءت قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها جاءت تسأل فقيرة فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاثة تمرات فأعطت كل بنت تمره ورفعت الثالثة لا فيها لتأكلها لأنها جائعة فاستطعمتها البنتان هذه التمره فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا فأعجب ذلك عائشة رضي الله عنها وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أدخلها بها الجنة فلا تحقرن منه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره والله جل وعلا ذم الذين يسخرون من الذين يتصدقون بالقليل والذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وفي الحديث إن الله ينمي الصدقة بيمينه حتى تكون كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم الإنسان لا يحقر الصدقة ولا سيما إذا كان لا يجد غيرها ولو كانت قليلة لكن عليه أن يخلص النية لله عز وجل والمدار على الإخلاص لا على القلة والكثرة فالإنسان لو أنفق المال الكثير والأموال الطائلة وهو لم يخلص لله عز وجل فإنها تكون هباء منثورا ولا تقبل منه هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعا أجمعين